السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم تلميذ السنة الرابعة متوسط اول درس في القرامة يعني في القواعد الفصل الاول درس المقارنة وهذا الدرس مهم جدا سرتول لكم انتم في فروض واختباط او بيام لذا ركزوا معي اعزائي التلميذ راح درس سهل ماهل ما فيه حتى حاجة شوية تركيز برك نبدأوا على بركة الله عندنا درس المقارنة درس المقارنة هنا يتمثل في العنوان تاعه يعني باللغة الانجليزية وش نقولولو comparative of equality and inferiority اول حاجة ما ابدأ ايا نبدأ بال comparative of equality comparative of equality ما معنى equality معنتها حاجة تساوي حاجة تساوي يعني كنجو نقارنوا ما بين زوج حويج او اكثر يكونوا متسوين في كل شيء هنا نستعمل المقارنة بالتساوي لمقارنة اشياء او حيوانات او اشخاص في حاجة معينة او اي حاجة هنا ما يهمش المهم نقارن اي حاجة تكون هذيك الحاجة تساوي هذيك الحاجة equality كنقول equality معنتها المساويت المساويت هنا المساويت حنقول positive comparison positive comparison معنتها شيء يساوي الاخر positive هي الايجابية كنقول equality معنتها حاجة ايجابية يعني حاجة تساوي حاجة سامير عمره ثلاث سنوات عندنا احمد عمره كيف كيف ثلاث سنوات يعني احمد و سامير نفس العمر نفس العمر هنا هل يكتب لك العمر ولا يكتبها لك الجملة يكتبها لك باللغة الانجليزية يقول لك سامير is three years and احمد is three years to حتى هو عمره ثلاث سنوات بصحة هنا ما يميد لكش الادجيكتب نحنا هنا لازم نخرجو الادجيكتب لتاع العمر كي نحكي على العمر يعني راني نحكي على ال old اللي هو العمره هنا في الجملة وش راح نقول سامير is as old as احمد يعني سامير كيما احمد هنا نقدر ناكس نولي نحط احمد اللول وسامير هو الثاني يعني يولي هنا عدنا سامير الفاعل اللي هو ال subject الفاعل subject يا اما سامير يا اما هي يا اما يو يا اما اي يا اما ذي المهم هنا يظلني عندي فاعل اللي هو ال subject اسم اس و بعدها نحط ال as old as يعني as as في وسطها تجي ال adjective ها في وسطها تجي ال adjective نحط ال adjective ما بين as و as و بعدها نكتب ال object تكمل تاع الجملة يعني المفعول به هنا نقدر نبدل نعكس يولي احمد فاعل وسامير مفعول حسنا 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 هنا يعني مفهم الحد له هنا قلنا ال adjective نحطوه مبينات ال as القاعدة عندي subject اللي هو قلنا عليه يئما يكون i يئما you يئما she يئما he يئما it مبينات أو you through they 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 there dont maybe a me be to be to be to be في البرزنت هنا قلنا يكون يكون اسم الفعل هذا يكون يعني يكون على حسب الجملة إذا كان عندي مفرد ندير إيز إذا كان نحكي على روحي أنا ندير آم إذا كان نحكي على أشخاص جمع ندير آر مثلا نقول هنا في بلاست is هذي نقول are برك يعني ما يتغير حد شي تسمى is ولا are ولا am نديرها على حسب ال subject وش هندي إذا كان عندي i قلنا نديره am إذا كان you نديره are إذا كان شي هيئة المفرد نديره is they we مع you نديره are صحيح as ال adjective مبينة ال as وال as نحط ال adjective يعني الصفة وتكمل انتع الجملة اللي هو noun freezer سيو عندني باش تسهل عليك يعني عندنا مقارنة المعالم ومقارنة الشخصيات نروحوا للمعالم احنا هنا عندي pizza tower هذي s ماهيش z هذي s اوكي هذي s عندي pizza tower is famous هو مشهور عندي big band is famous كيف كيف 2 ايضا حتى هو مشهور big band عندي هنا ال adjective مدعي هو famous صحيح هذه 2 خلاصة نحن بعد اوكي pizza tower is pizza tower is as famous as big band يعني في زوج راهم famous هنقولو is as famous as big band زي عما pizza tower هو مشهور كيمة big band اوكي هنحكي على size مدينة او town كيف كيف هنا يا ملغة هي town عادي مدينة وش راح نقول هنحكي على الكبر يعني نقولو big عندي الصفة هنا هي big اللي هو ال adjective اوكي اللي هو ال adjective وش راح نقول بيزا is as big as as big as مالغة يعني بيزا كباركي مالغة هنه ملاحظة واحد اخرى كي يظلو زوج حويج كيف كيف نقدر نبدل نقول بيك بان نحطها هي اللي هنه وش راح نحطها هي اللي هنه كيف كيف هذي نقدر نبدل بيناتهم عادي جداً نقدر نبدل هذي تولي هنا وهذي تولي هنا مثلاً نقولو مالغة is as big as pizza big band is as famous as pizza tower بعدها تعب تكتبها نتاعي اوكي اكتبها في كل راسك باش تفهم الشرف معايا زيد نجول هنا ندرسوا لك الكمبراتيب of inferiority ما معنى inferiority inferiority اللي هي عدم المساوات يعني حاجة نيغاتيب حاجة سلبية هنا يا inferiority هي عكسها العكس نتاعها هو equality العكس نتاعها هو equality يعني الكلمة هذه عكس الكلمة هذه هنا المقارنة بعدم المساوات يعني حاجة ما تسويش حاجة اما جامعة حيوان انسان او اي شيء كما قلنا في المقارنة بالمساوات يعني راح نقارن ما بينزوج الحوائز بصحة هنا ما همش متسويين اوكي inferiority نقول inferiority عدم التسلم خلاني نعاود مش تفهم معاي inferiority معانتها negative comparison يعني مقارنة سلبية سلبية يعني ما تسويش حاجة ما تسويش حاجة اخرى اوكي نروحوا للقاعدة القاعدة وشي هي شوفوا منحي النوت هذي هنا نفس القاعدة نتعى بالصحة هنا زدنا النوت قدام الفيرب وقبل as adjective as صافي عندي subject الفيرب not plus as adjectives as ومن بعد الobject قلنا هنا يا subject هو بالفعل والobject المفعول 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 به هنا عدم التساوي او حاجة ناقصة على الاخرى برك كيفينش مثلا عندي مثال هنا رح تقول لي يا ميس كيفاش حاجة ما تسويش حاجة قلنا حاجة ما تسويش حاجة يا اما في الطول يا اما في العمر يا اما في الجمال يا اما في الشهرة او اي شي هنا يعطيني جملة قولي سارة طولها 160 احلام طولها 150 هنا بالانجليزية وش رح يقول لي رح يقول لي سارة سارة ايز ون ميطة ون سكستي ميتر واحلام احلام رح يقول لي ايز ون ففتي فور ميتر برك هنا رهما همش متساويين في الطول يعني سارة طويلة على احلام بصحة انا عندي قاعدة هنا كتظلي حاجة ما هيش متساوية حاجة رح نبدأ بالحاجة القليلة نبدأ بالحاجة القليلة دائما وابدا في عدم التساوي نبدأ بالحاجة القليلة ما نروح نقول سارة is not as tall as احلام هكي تبدل المعنى تقول لي سارة قصيرة واحلام طويلة وهو العكس سارة طويلة واحلام قصيرة رح نبدأ بأحلام نبدأ بأحلام نبدأ بأقصر احلام is not as tall as سارة منين بأحلام هذا مكيد احنا ما نروح تكتب لي سارة تكتب لي سارة is not as tall as احلام هذي خطأ خطأ لو كنت تكتبها كما هكي يحسب هكي الجملة غالطة قلنا نبدأ بالحاجة القليلة هذو نزيد ونشوفوا مثال هنا هنا في مقارنة الشخصيات عندنا مقارنة الشخصيات عندنا مايكل أنجلو وعندنا ليوناردو دافنشي ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو وش هنقوله هنا في مجال الفن مايكل أنجلو is very famous but بالصح ليوناردو دافنشي is more famous more عندي more أكثر يعني more يعني أكثر هذي very famous very famous شوية شوية مشهور مشي 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 مشهور ما صح مشهور بالصح ليوناردو دافنشي أكثر منه شهرة أكثر منه صافي مايكل أنجلو هو أقل أقل شهرة من يوناردو دافنشي هنا ما عندي ملاحظة ملاحظة قبل ما نحل هذا المثال في عدم المساوية دائما نبدأ بالحاجة الناقصة على الآخر سواء كان في العمر الطول الشهرة أي حاجة نبدأ بالقصير أو الأقل منه شهرة أقل منه عمر أقل منه طول أقل منه ما نبريش في الجمال في نبدأ به لول مثلا هنا ماش راح نقول في ملاحظة مايكل أنجلو ليس كذلك زيناردو دافنشي فهمتوا هذه عندي الأجكتيف هو فايموس ملاحظة نقول نز فايموس لا فايموس خاطئة مور هذه خاطئة هذه يوضح لي برك في الجملة يوضح لي برك باللي راه مايكل أنجلو أقل شهرة من أقل معرفة أو أقل شهرة المهم فايموس هو يعني معروف أو أقل شهرة من يوناردو دافنشي هذا هو الحال لن تكتب بالعكس يوناردو دافنشي لا فايموس كما أنجلو يشعر خالطة نبدأ بالقليل ونذهب لكبير هنا عندي مثال أخر بج تفهم يعني ملاح 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 ونبعد إن شاء الله سوف نحل التمارين في الكتاب صفحة 36 لدينا زوج التمارينات سوف نحل مع بعض هنا محمد is six years أحمد is four years هنا نحكوه على الأود على العمر شاهدوا كيف يعطيها لك جملة يعطيك جملة وحدة ويقول لك اختضم لي المقارنة قارن يقول compare ويسقط وش رح تفهم فاهم أنت ما تفهم صفحة سوف نحكوه على العمر وراها الادجكتيف الادجكتيف تخرج وانتهي تخرج الادجكتيف باش تقدر تحل الجملة تاعك هنا الادجكتيف هو العمر نحكوه على العمر مطلق تكتب years هنا is as years as لا غالطة هنا وش رح نكتب أحمد آدم آدم نبدأ بالقليل نبدأ بالقليل بعد نروحه الكبير ونبدأ بالكبير ونحل القليل لا غالطة سنقول أحمد is not as out as محمد ها برك نحط النط هذه الأود ما بين as و as و محمد هذا مكان حبيبيتي نعم هذا مكان ان شاء الله يكون درس خفيف الضريف عليكم إذا عجبكم الشرح برك ادعمونا بالجامل لأنه نقول لكم ديرونا لايك نشوف مشاهدات بزيف اللايكات مكانش الله ديرونا لايك باش الفيديو هذا يتشاف الأكثر مشاهدة باش الناس كامل تستفيد من هذا الدرس السهل للمهل بشرح المفهوم كما عودكم يعني هنقول لكم إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله